أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن أهل الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من زهورها ولكن إن الفر من اتقاه وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلعون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فإن قاتلوهم ففتلوهم كذلك جزاء كافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رعيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحومات قصواص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تركوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتمموا الحج والعورة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي وحلها فمن كان منكم مريضا أو به أذب من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو رسس فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرت إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أجام في الحج وسبعة إذا رجعتوا تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب